تهدد الأمطار الغزيرة التي تنهمر منذ أيام عدة على جزء من جنوب شرق الولايات المتحدة بحصول فيضانات غير مسبوقة وفق ما أفادت الأرصاد الجوية وتتزابن هذه الأمطار مع عبور الإعصار وكين الأحد على مقربة من جزر برمودة مع تراجع قوته تدريجا وفي جنوب شرق الولايات المتحدة تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات بمقتل أربعة أشخاص منذ الخميس وفق وسائل الأعلام واشتاحت المياه الحضائق والطبقات السفلة في العديد من منازل هذا الحي السكني وفي كارولين الشمالية تم إجلاء السكان القاطرين على الشاطئ إلى مناطق أكثر ارتفاعا وفق أجهزة الطوارئ في الولاية وعبر الإعصار يوكين فوق جزر بهامس بعدما تسبب بأمطار ضربت هييت وكوبا وفي أرخبي البهامس الذي يبلغ عدد سكانه 385 ألف نسمة دمرت منازل وحرم عدد كبير من السكان الكهرباء وخطوط الهاتف